السلام عليكم مشاهدي قناة بشرة انسبوريشن كيف الحال نتمنى بكلكم تكونوا في احسن الاحوال شكرا ومرحبا من مشتركي الجدد اللي تزادوا في قناتي مرحبا بكم ان شاء الله قناتي وقناتكم ان شاء الله هنكون عند حسن ظنكم كيف كتشوفوه ندرت ليكم العيبات هكا تي اتحضرو في اخر لحظة كيف شفتو في العنوان باش نفرحو عائدنا بعيد الحب كنحب عائدنا ونحب ولداتنا وازواجنا وزملائنا في العامل وفي الدراسة وكل الناس اللي دايرن بينا جيرانا اهلنا كله هو انواع الحب ما شاء الله هاكا والحب الاول هو حب الله والرسول صلى الله عليه وسلم كيف كتشوفو هنا يدرت ليكم تويشيات ديول الكيك وديول البيتزا قليبات المهم هو خاص يكون عندكم هادا كل القالب ديال ديال الشيب الشكل ديال القالب باش نطبعوا للعجين ديالنا وعلى الكيك ديالنا هاكا هاد العجيرة كتجي شوية ما خاصنا شرقوها بزف لانها قدمة صغارة ورقخناها كتجي هاكا يابسة شوية وكتجي هارد على الكيتز وهنايا الكيك كي ما حبيتو تزينو تيبقى عليكم اغتية وحبيتو تقسموها على جوز قسموها حبيتو تخلي واكا كاملة هاكا انا وحنا درت فيها تشاكلة سيروب وحنا درت فيها كارامين مع طريفتها شترابوري ممكن تضيفو فواكه اخرى وهذا كدرت فيها الكريم الكريم اللي درت بين هادوك الكيك هو اللي درت من الفوق وتيبقى عليكم الاختيار وتيبقى عليكم الدوق ما شاء الله كلكم راقيات كلكم ما شاء الله عليكم عندكم ما تعطيوه هذا هو القالب اللي والب تمنو لو بيتو يخرج لكم هذك الاشكال والب تمنو راكين هي بخمسة دراهم وملا في عندنا هنا في دالر ستور كي نسات وقيلة بعشر دراهم فيها النجمع وفيها قالب وفيها الدائرة وهنا كيف كتشوفو على بركتي الله الله ما صلي وسلم على سيدنا محمد بديت العاجين ديالي ديالبيتزا لانا هي الاولى دائما العاجين لعندنا العاجين دائما منيكون جاي عدنا شي ضياف واللي كانوا لاناوين عجنو المهم الواحد دي ما حيد عليه العاجين هي الاولى ويتطرفها في شي بليسا عادي يبدأ الاشغال الاخرى لانا العاجين تترون الكوزينة وخاصك تحيدي بزاف تلحويج مع العاجين وتتشد واحد المساحة في الكوزينة هكا تنقرسو العاجين ديالنا شتو خبيزة اللي غادين نديرو بها القريبة توع بيزا ديالنا وندخلو عالفران وتن نقيو الدنيا وتندو اشغال الاخرى غادين طيبوشي جاملة ولا الطاجين ولا موهم الواحد دي ما حيد العاجين هي الاول هنا يدست باش نصوب الكيك ديالنا كيك عادية كيك عادية غي اختصرت لكم الفيديو في الكيك المهم هو التزيين ونفرح عائلتنا هذا هو المهم وعطيتكم واحد الاشكال سهلين دغية وتيبقى لكم التزيين تزييرها تعطي دوقنا يلقينين عندي ربعات البيضات للكيك ديالي كيك بالشوكولات اللي غادين نصوب ونعيزت النصف كاس تعزيت والكاس سنيده ما عامرش عندي قالب حوالي ستا سنتيمت ستا انشز عندي هنا ستا فا في ستا انشز مربع غاد تشوفوه على حسب مقاطي دي ما تيمشي وعلى حسب القالب اللي عندك اللي غادي تحطي فيه كيك هات شيريكين وغادي نضيف واحد القطيرة تحت فانيلا اكشترات هاد الاخوات اللي في امريكا هاد فانيلا راكينا في ما فيهاش الكحول كيف كتشوفوه الكحول فري زوينا كنت انا ما عارفاش وهنا هادي كان دي لنا هاد نستلي شوية هو كاكاو نستلي ما حارش بزاف ما فيه شوية الحلاوة وعينك ميزانك في هاد كاكاو وهو تيبغي الخلط مزيان تيبغي الدريب مزيان عينك ميزانك تتشوف في العاجين خضات اللون ديالها البني وعادة انزيدو الدقيق ما تيعترش الدقيق بزافة للون ما تيعترش بزاف وما تنسوش البايكين باودر في الاخير تنخلينا البايكين باودر حتى كنذير الدقيق عادة تنذيرها حوالي شي ثمانية في ثمانية حقاش عندي الحال بارد عندنا تبارك الله تولوج غيم حطوطا على الدور وبين جيران ما شاء الله وفي الشوارع عندنا هاد لوقيت هات تلج بزاف الموهيم حوالي قد لكم 8 في 8 8 16 16 جرام تاع تاع الخمارة وهنا تنخوي الكيك ديالنا في القالب ديالنا وتعفي وتندخلوها الفران لحرارات 300 و350 ضغيات التاخد اللي نحوالي خمسة دقائق من تحت خمسة دقائق من فوق وهنا يا نفس القالب نفس الطابع اللي غادي ناخد به البيزا هو اللي غادي نستعمل في الكيك ما كراتش كون لقيت شي طابعي يكون هكا عامر شوية ما حقاش الكيك تيطلع الكيك الفوق دا بتشوفوه هنا يا البيزا اللي حقاش هاد البيزا صغيرة 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 قنح خاسنا ولابد ما نخليوها شوية غليدة شوية وهنا يزا نحط عليها الطوميتو السوس ديالنا تكشير شوية 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 غير ديكور فرحوا بها الاطفال بزاف كيفرحوا بها الاشكال بعد المرة تتعطي بالعاجين وكتعطيهم هما كيصاوبوها تتحطي لهم تنحط ليهم دوميتو السوس نحط ليهم هما تعجبهم غير البلاك آل في الزيتون والفورماج وتيصاوبوهما تيلعبوها كشوية تتاخد تهياني هما شوية الوقت حوالي ساعة ولا ساعتين وهما تيلعبو في العاجين والكيك نفس شكل تلكيك تناخد من هالمقدار اللي بغيتو تنعطيهم هكتا هما يزوقوه وتحطي لهم الويب كريم والايسين والشوكولات سيروب تشاكلات شرابوري سيروب وتيبقاو يزوقو يزوقوه وده بدست من اللي كتبرد شوية من الأحسن خليوها تتبرد تيخرج لكم من القلب تيخرج لكم القلب مزيون إلا كانت بقا سخونة تذكر الكيك شوية رطبة كتبعك بحال هاتشي اللي وقع ليهنا هنا كانت الكيك رطبة بقا ما شداش فرازها طغا كنت فرتت ليه ولكن خرجو زبينين تشتو السمك ديالها ممكن الناس اللي تتعجبهم الكيك تكون فازقا ممكن تقسمو على جوجو تدلو فيها الكريم اللي تتحبو الكريم تيز ولا الويب كريم ولا الشاكلات سيروب اللي حبيتو من الأحسن كل واحد تتغطوا بليه ديالو وديريلي اللي الفليفرز والمعداق اللي تيعجبو تيجو يغزييلي في الضيقور هادو تدينو حتى الضيقف تيفرحو بيهم وحنا يا كيف انا تنا هاد مزرولة تشيز تنخلي حتى الاخير عادة ننضيفه تكتب ليه البيتزا من من تحت اللي حقاش بعد ما هاتك يدوب تشيز تيب ديق طرف الفران تنخليها ننطلع البيتزا ديالي الفوق عادة شعلانيه تغغا تيدوب عند يديك الطعوة في هاتقاب تيدوز الفران وهكا كيف كتشوفو هادوك الزوج انا نقصدهم من نص وغادي نضيف لهم الكريم هكا على هات الشكل نصوب تغيي واحد شوية انا هنا صوبت لكم غير المقدار اللي غادي نحط لكم باش تشوفو لان باقي من اللي غادي نحيز هات شي عادة غادي نصوب نصوب البيتزا اللي باقي ليا ونصوب الكيك اللي باقي ليا كان على هات الشكل كان هدا هو الشكل النهائي اللي قدمت لعائلتي حتى انتم ان شاء الله غا تجربوا هاد الاشكال وخلوا لي ايا رأيكم فالكامنس وهدا هو هور شي سيروب بتاع الكارامين بتاع الشاكل اللي تنستعمل وعندي مره مره تنجيبه مشير بسافتاع الشرابوري هاكات ضغيات احتوي بكريمي لبيتوت هاكات تزوقو به الابيض كي الابيض كي الاسود كين هذك البني كاراميل ديرو الوان تيجي دك شي غزال المهم كين افكار اخرى ان شاء الله غادي نقدمها لكم فيما بعد ماشي ديما نحايدو الوحدي يزول هذك الروتين ويدير اشياء جديدة المهم كان هدا هو الفيديو ديالي ديال اليوم نتمنى تكونوا استفدتوا معايا ونتمنى افكارينا لت الاعجاب ديالكم ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك الناس اللي شافوا قناتي اول مرة اشتراك وتعليق مرحبا بتعليقكم محبابكم الناس الجدد ان شاء الله الى فيديو اخر مع السلامة شكرا